امام عشور من اللعيبة اللي بتتعرض دائماً لأبداً لكل الضغوط الممكنة يعني حتى لو لقى لي النهاردة مش في حالته الحديث بيبقى أكبر شواء على امام عشور تحديداً رأيك إيه في اللي بيحصل مع امام عشور؟ هل هو كان يستحق النقد الكبير جداً ده الفترة الماضية؟ يستحق النقد أه بس مش كبير ما يتحملش هو كل شيء؟ شايف امام عشور التعامل مع إزاي؟ يعني بص يعني ضريبة النجم إنه لازم يتحط تحت الضغوط يعني ضريبة النجم لازم يتحط تحت الضغوط ولما يكون النجم أصلاً كمان بيحب الظهور وبيحب الميديا ببعليه الضغوط أكتر والضغوط أكتر ولكن أنا بشوف إن الإمام بيتعامل برضو يعني يعني بيتعامل برضو بزكاء شوية آه بيظهر كتير عليه انتقدات كتير ممكن يكون بيتعمد ده شوية عشان يبقى كلام كتير ولكن أنا بشوف إنه لا بأسرش عليه يعني أنا وأنا بتابع وشوف إن ده ما بيأسرش عليه في الملعب إمام هيبقى إمام أو في المباراة بيبقى موفق مباراة مباش موفق النهاردة هايل في المباراة يعني بعكس المباراة اللي فاتت ولكن أي إنسان وأي نجم بيحط نفسه في الضغوط لازم يتحمل الضغوط بيتحط عليه ويقدر يتعامل معه بشكل كويس أفش النهاردة لما شط ضربة الجزاء تخيلت خاصة أن وسام أبو علي هو اللي بيشوت رقم واحد في الأهلي عمر كمان أبوحك كان بيشاول أنه هو اللي يشوت بعكالي هنا أفش هو اللي بيشوت أفش جميل يعني صراحة أنا أنا أعلم أنا أفش شخصي بيحبه جدا يعني أشوف أبوحك كان على الأفش اللي لديه نفسك بتبتسم آه على طول صح أنا أنا كمان أصلا يعني أفش من يعني ممكن بدايتي في برأة منذ 2018 كان أفش من ناس اللي بدأوا مع الفريق وأنا كنت موجود وكنت أنا قريب منه جدا وكنت دائما بتكلم معي لأن كنت شايف أنه امتداد لعبدالله السعيد فكنت دائما فيه كلام معاه فيه نصايح فأنا على المستوى الشخصي يعني بحبه جدا جدا وبقدره وبتمنى له التوفيق وهو من الناس اللي واخد كل الأمور بوساطة يعني حتى هو بعد اللقاء لما أتكلم قال أنا يعني أنا راضي وعندي رضا ويعني ألعب ملعبش ولكن أبقى متأكد أنا لما بنزي ربنا هيكرمني لأن أنا بعمل علاقة ورادي فهو فعلا كل مبارا بينزل لازم يكون لي بصمة يعني حتى الفترة الأخيرة يعني كل ما بينزل لازم يعمل أسست يجيب هدف ودي حاجة كويسة ضربة الجزاء تتوقع أو ده كان قرار من مارس الكولر أنه يشوتها أفشا أعتقد يعني أنا شفت واضح أنه ما كانش فيه يعني بعد 2-0 ما كانش فيه ترتيب لمين هيشوت أنت زي ما قلت شفت عمر بشاور ووسام كان كان موجود ولكن يمكن أفشا كان لسه نازل والأمورها يعني خلصت فبرضو لفتة طيبا أنه هو اللي يشوت ويحرز الهدف بليه بصمة في المباراة سواء من زميله أو من مارس الكولر أعتقد يعني هي هتبقى من مدير الفني أكتر أعتقد مدير الفني طبعا ده زكاية في التعامل مع لها أكيد طبعا لنقبش زي ما أنت بتقول كده هو بيزعل من أي حاجة يعني طول الوقت شايل في نفسه على طول بس هو عنده رضا يعني ترجمة نانسي قنقر